اكد سعدت نائب عباس الماضي عضو مجلس النواب نائب رئيس الجمعية الوطنية الاسيوية ان ملف تطوير التعاون والعلاقات المشتركة بين دول اسيا ومملكة البحرين له ضرورة واهمية قصوى خاصة مع ما تتعرض له دول العالم اجمع من تغييرات استثنائية على كافة الاصعدة مؤكدا ان توحيد الخطط والرؤى المشتركة وتعزيز العلاقات البحرينية المشتركة مع الدول الاسيوية في مختلف المجالات ستكون من اولى اولويات اجندة الاجتماعات المشتركة للجان الصداقة البرلمانية بمجلس النواب جاء ذلك خلال لقاء تشاوري لوفد مجلس النواب بالسيد اسيب موشول افندي رئيس لجنة الصداقة الاندونيسية البحرينية بالبرلمان الاندونيسي والسيد سيفالة مليحة نائب رئيس اللجنة في مبنى مجلس النواب بالعاصمة جاكرتا الجدير بالذكر ان مشاركة وفد مجلس النواب تأتي بهدف تمثيل البحرين والسلطة التشريعية والنيابية بالمملكة في المحافلة الدولية والاقليمية بصفتها عضو فاعل ومؤثر في العديد من الاتحادات العربية والدولية والمؤسسات التشريعية العالمية ذلك الى جانب ابراز الانجازات التي حققتها المملكة في جميع المجالات خلال المشروع الاصلاحي لجلالة الملك المفدى واستعراض التجربة التشريعية للبحرين خلال مسيرة العمل البرلماني والحرص على توطيذ وتقوية العلاقات الدولية والدبلوماسية بين مختلف برلمانات دول العالم وتوطيذ وتعزيز دور لجان الصداقة البرلمانية الآن في التعاون بين الجانبين والبحرين والبرلمان والإندونيسي وفي ذلك الاتفاقيات الموجودة وتغييل التعاون البرلماني بين البحرين والإندونيسيا والتبادل الخبرات وفي ذلك دراسة قوانين التي يمكن إني أسي惹 من التقوية وأعتقد الأخوان في أندونيسيا هنا لديهم اجتياح عام وفصة اتبار